خمس أماكن موجودين في بيوتنا الشياطين بتسكنهم وجميع الأسحار والأمراض الروحية اللي بيصاب بها الإنسان بتكون من الأماكن ديت وللأسف الشديد في ناس كتيرة أول ما تعرفش الأماكن دي فتعالوا بينا نعرفها مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر في الحديث أن يعني بيكون فيه فراش ليك وفراش لأبنائك وفراش ثالث للضيف والرابع بيكون للشيطان فللأسف الشديد أنت لو دخلت أي بيت من بيوت المسلمين هتلاقي أن الشباب اللي بيكونوا في بداية زواجهم خصوصا ودولة اللي بتكفر عندهم المشاكل وبيحصل عندهم انفصال وبيكون يعني في عمليات اسقاط للحمل كتير جدا بتلاقي الشباب دولة يعني سبحان الله عندهم كذا غرفة موجودة في البيت وللأسف الشديد أن هم عايشين في غرفة واحدة وفي غرفتين فيهم قوضة أطفال وغرفة تانية فاسرين وما فيش حد بينام على الفراش ديت نهائيا وتغيب القوة ديت مكفولة بشهر والشهرين ولو حصل خلاف بين الزوج والزوجة ربما أنك أنت تروحي تعود في غرفة من ديت عشان انتزع لنا أو هو يقعد في غرفة من دي فتيجي تتلبسك الشياطين فعشان كده نحاول قدر الإمكان أننا نطوى يعني نطوى أي فراش موجود على السرار ديت أو أننا نمسع على السرار ديت يوميا بالفوتة كده ونغبط ثلاث مرات ونقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما فيش أي شيطان أيا كانت قدرة الشيطان ديت حينام على السرير بتاعك أو حينام على فراشك بكده بتكون حميد نفسك وأسرتك وحميد بيتك من الجن والشياطين العلامة التانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هذه الحشوش محتضرة يعني أيام زمان بيقول إنسان لم يقضي حكته كان فيه مكان محدد لقضاء الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الأماكن اللي هي الحمامات بصفة عامة محتضرة يعني الشياطين موجودة فيها فستر ما بين أعينكم وأعين هؤلاء الجن إن الإنسان لم يخش الحمام يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائس فعشان كده كل إنسان بيصاب بأذى جديد جدا من الجن إلا إذا ده ما بيكونش لعلاج أو ما بيلاقلهوش أي نتيجة في الشفاء بيكون بسبب الحمام فانتبه من الحمام ضروري وتقول الدعاء اللي ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن إن الإنسان ما يعلكش الثياب بالله عليك يفتح الدولاب بتاعك هتلاقي كل الثياب بتاعتك معلجة على شماعات والثيابك معلجة على شماعات إنتوا عارفين المصيبة الأكبر من كل ده إيه؟ إن بعض النساء بتغسل ملابسها الداخلية وبتعلقها في منشف في قلب الحمام تجي الشياطين يعني سبحان الله تمسك الملابس الداخلية تغسلها لك إنت كمان فتبص تلاقي نفسك إنك إنت عندك ألم في الرحم ألم في الظهر ألم شديدة جدا في الحوض ألم في الصدر كاتمة في النفس ما الشياطين خدت من أثرك اللي إنت معلجاه داخل الحمام بيوم فانتبهوا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إن الإنسان يعني سبحان الله يعلج الثوب بتاعه مفتوح على أجل خلص حاول إنك إنت تدخل كم حاول إنك إنت يعني سبحان الله تعمل أي حاجة ما يستطيعش الشيطان أن هو يلبث الثوب ده ولو إنت تتلت بالأمر ده حاول لما تيجي تلبث ثيابك تقول بسم الله خلاص؟ سهلة ولا مسهلة؟ سهلة العلامة رقم أربعة اللي بتكون الشياطين سكنة فيها أي تمثال موجود عندك في البيت أو أي لعبة مجسمة موجودة عندك في البيت فيها شياطين خولا واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملايكة ما بتدخلش بيت في مجسم أو صورة لأن ده يعني سبحان الله بيكون عبارة عن إيه؟ بيكون عبارة عن مسكن للشياطين والجن طبش يعني سبحان الله إن الملايكة ما تدخلش بيت في صورة وإن البيت ده يعني سبحان الله في مجسم معنى كده من اللي هيخش عندك البيت الشيطان الملائكة ما تخشش الشيطان هو اللي يخش البركة ما تخشش المصايب كلها واللي بتلقات والمحل والمضايقات والصعوبات اللي بتواجه أفحاتك كلها هي اللي تخش وتبقى موجودة معك في البيت العلامة الخمسة إن بعض الناس بيربوا لك كلاب عندهم في البيت الكلاب هي الشيء الوحيد اللي تنفر منه الملائك يعني سبحان الله جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيجيله في وقت محدد ويجي جبريل ما يجيش للنبي صلى الله عليه وسلم يشك ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول إنه يعني يبحث عن جبريل وانتظر جبريل مجاش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لرسول الله أن يخلف رسول الله يعني مش يستحيل إن جبريل يخلف موعده معايا فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فيلاقي جبريل أمام البيت فيقول له في جروي سود عندك تحت سريرك فيخش يلاقي إن في كلب سود فعلا والكلب سود شيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجه فعشان كده الناس اللي مربية كلاب انت منعت الملائكة ان هم يخشوا بيتك حرفيا ومعنى ان الملائكة ما يخشوش بيتك من اللي حيخش بيتك الشياطين المقطع ده أنا وعجبك شاركه لأصحابك واصدقائك فالدلع الخير كفعالي دمتم فدي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته